الله يعطيكم العافية اليوم هنكون مع سل مديات الديميون رسبونس قبل ما نبلش راح نذكر باكم نقطة لهن البيزيز ودلسون لحتى نكون نقدر نمشي مع بعض صح اول شغلة الفاكتر سل لما نكون عم نحكي سل مديات الديميون رسبونس بتكون الفاكتر سل هي تي كيلر بسموها تي كيلر كمان تي ايت لانه عنده على السيرفاس عنده بروتين اسمه سي دي ايت بروتين متل ما شايفين هون في عنا هاي تي كيلر سل في عنده نيوكلياس والنيوكلياس بكون لارج تتاك اولموست اولا سايتو بلازم عنده على السيرفاس تي سي ار اللي هو بروتين هدا البروتين هو فور ريكوغنيشن اوف موديفاير سيلف سل راح نحكي عنا بعد شوي كمان عنده بروتين اسمه سي دي ايت بروتين عشان هيك بسموها تي ايت هلا ها تي كيلر هاي بتقدر تعرف على مين او كان ريكوغنيز اي نوع من انواع النون سيلف انتجينز قلنا تي كيلر كان ريكوغنيز موديفاير سيلف سيلز هلا لنشوف شو هنه موديفاير سيلف سيلز موديفاير سيلف سيلز هي سل كانت للجسم صار فيها موتيشن او اه انفكتش باي فيروس عشان هيك حطناها ويكلاسيفي موديفاير سيلف سيلل انتو توكاتيجوريز اللي هني ميوتنت سيلز اللي هنيني إجزامبل علي الكانسر سيل سيلل او فيريل انفكتش سيلل لانه احنا منعرف انه الفيروس انسلت اتس جنتيك ماتيريال انسايد تاركت سيلز ان اوار بادي و رح نحكي عنا لاو ده هلا المودفايد سيلف سيل شو شو خصائصه و هاو تيكيلر بنايز ات فيها المودفايد سيلف سيل اكسبرس بروتين ابنورمال بروتين و بل الخصائص المودفايد سيلو سيلف سيلو و مكزايد سيلف 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 سيلفه لما يصير في عنا كعميون رسپونس حكيناها بالفيديو اللي قبل التيكلر by double recognition recognizes the modified self cell في عنا هون TCR عم يعمل بايند مع شغلتين عم يعمل بايند مع HLA1 بكون self والبيبتايد بكون non self فهاي هون البايندين احنا منقول انه في عنا double الهوث عمل ريكو بيس البييندين التكيلر BECOME ACTIVE then under the effect of interleukin 2 which is secreted by interleukin secreting cell this active تكيلر proliferate and differentiating into memory cells while the other complete their differentiation to become a cytotoxic تيكلر اللي بدنا نحكي هاي الحسة انه هالسيتوتوكسيك تيكلر كيف تعمل ديستراكشن ل الموديفايد سيلف سيلز اخريا نشوف الصورة احنا اللي عنا بالكتاب هون منيجة على اوله اول شي نشوف خصائص تيكلر عندها اول تيكلر ملاحظين نوع ملاحظين نوع ملاحظين نوع ملاحظين نوع بداية في عنا السيتوتوكسيك تيكلر تجعل بايندين مع الوضع اللي هي موديفايد الوضع الوضع قلنا بايدابي لحظين هون التي سي ار عامل بايندين مع اول حال عمصير في ريليزينج ل بيرفورين اللي هي جرانزايم او سيتوتوكسن اللي هنه لجرانزايم هذا الجرانزايم بايندينج بايندينج اللي هي تنتهي العملية اذا هاي منشوف هون تحت بالعنوان مكتوب بميكانزم سيتوتوكسيسيتي او ممكن يقولي او ممكن يقولي او تي كيلر ليمفوسايت ان شاء الله المرة جاء رح يكون مع الكنسر اللي هو الجزء الثاني من الدرس والله يضيكو العالمين